تابع مجلس الشورى تفاصيل الأدلة والبراهين الموثقة التي تم بثها عبر تلفزيون البحرين والتي أظهرت من خلال تسجيل صوتي حجم التآمر الذي مارسه النظام القطري ضد مملكة البحرين وتورط هذا النظام في التنسيق والتعاون مع الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بموجب حكم قضائي خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011 بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأوضاع في المملكة ويؤكد مجلس الشورى أن هذا المخطط الذي قاده النظام القطري بالتنسيق والتعاون مع النظام الإيراني والإرهابيين في البلاد يشكل انحرافا خطيرا عن أهداف ورسالة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخروجا عن روح ميثاقها المؤسس وانتهاكا لروح الأخوة الحقة التي جمعت دول مجلس التعاون الخليجي والتي اجتمعت واتفقت على خدمة السلم والاستقرار في المنطقة وحفظ النسيج المجتمعي بين مواطني دول المجلس كما يشدد مجلس الشورى على أن التدخل في الشأن البحريني والمساس بسيادته من أي جهة كانت مرفوض بشكل قاطع مؤكدا أن حكمة القيادة الرشيدة وما اتخذته من تدابير وإجراءات وكذلك وحدة المجتمع البحريني والتفافه ودعمه للقيادة الحكيمة قد شكلا حائط صد وحماية لمملكة البحرين من شرور هذه المخططات ومصائبها داعين الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي من كل سوء ومكروه